اشتركوا في القناة وتعديلات وفيه تعديلات كده شوية هتعمل لنا رجة بغض نزل عن المد باتش ابدات سادي اعدلو اه اعدلو شيف اتروكس اعدلو شيف بلتس بس بلانسي قدامج هم طالب سووا تعديله وبعدين اليومين عشان الباتش نزل من ثلاثة ايام يعني اه اه تصلحوا كم حاجة باك فيكسس ما حنطالق فيها في كل الحالات اتروكس 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 اظن قبل الخمسة باتشات ولا ستة باتشات اولو نيرف مو طبيعي وسوولو ريميك على الباسف اظن وعلى الكيو وطلعوا من الجيم كليا وقالوا احنا عشان التغيير اللي سوينا يبغى ان نرجع نعدل شوية تعديلات ونرجعه في الجيم بس اولو بريورك صغير تاني الى حد ما والمفروض يعني التغييرات هذه عامة انت رات اربعها بفات اه حتخلينا نشوفه في الجيم مرة كثير تاني يمكن حتى في الجنجل مرة تانية بس اكيد اكيد اتروكس حننبدأ نشوفه في الجيم مرة تانية الهيلث ريجن نرفعه انقصوها من ثمانية ثلاثة كان اول لما يضرب ينقص الهيلين دا عليك كان عنده اكزكيوشن الراكب عليه على طول ولا البريلو راكب عليه على طول دحين كلما يسوي بونس فيزيكال دامج حيصير له حيتهيل خمسة عشرة واحد تارغيت ماكسيمم هلث فهدي معناه يساعدوه مع التانك مرة كويس كلما كان هلث حق الادم اللي قدامك زايت او ماكس هلث حقه عالي كلما زاد الهيل عليك فهذا حيخلوه لفستروا طوب هذا معناه في الطوب حيصير كويس اكيد بالزات في الميتا هدي وهذا معناه برضو طب بس بعد كده قول داون ريفوند بعد كده قول داون صار خمسة عشر ثانية 2 seconds pair attack ورابيليتي هيت ونانيو تشامبين ونانيو تشامبين ونانيو تشامبين فهذا برضو فصار كده قول داون كلما تسوي كلما تسوي أوتو هي ولا pair ability كلما تسوي ability يرجع لك 2 سيديز 2 seconds على الباسف وحطوا الراج مانسترز عشان كده بنقول والله يترى معناه صار ممكن يرجع في الجنكل الماكسيمم دامج خلوه مية بدأ دربع مية attack frame الجسس هذا تعدل بسيط الكيو حقته الكول داون حقها يبدأ after after cue 3 stars after cue 3 stars cast مش start يعني لما تضغط الكيو التالتا هيبدأ يرجع يبدأ يبدأ ال cd حقها وال cd نقصوه من 16 ل 14 ثانية الدامج حقهم زودون نهاية الجيم بس W خلوها 25% slow at all ranks الكول داون صار 26 بدل ما هو 14 هذا معناه عشان تسوي لازم تسوي ال W زي الناس ولو عدم وهذا التعديل يعني هذا التعديل عجبني صحيح انه يعني يعني بفبفوا slow ونرى في الكول داون بس هذا معناه انه انت المفروض ما تضيع ال W في اي وقت في اي حاجة عشان تسوي كويس لازم تجيب ال W هذا معناه علو skills cap حقه يعني خلوه صار يعني champion صار اصحب شوية بس بنفس الوقت لو جبتها هيصير ال reward اعلى مالله كثير وال changes اللي زي كده تعجبني صراحة ال Umbra Dash ال E تسعالوا no longer grants attack damage زيادة و any non periodic damage versus champion heal percentage ما غيره شيء بس صار ال any non periodic damage any non periodic يعني مع اي شيء غير ردات سيرجع لك زيادة ال Ender ال World Ender ال LT taking lethal damage during no longer revive Zatrox over 3.5 seconds unless لما اشتغل ال LT هتزيد ال Movement Seed حق زي اول ولو جاعتك assist يعني في احد قتل احد جنبك Extend نتزود ال Endurance حق ال LT حقك بخمسة ثواني زيادة و Refresh Movement Speed وتزود لك Movement Speed مرة ثانية في كل الحالات اللي لازم نعرفه Buff مرة كويس على ال LT حقته Movement Speed صارت Decaying بدل ما هي Flat Movement Speed 60-80% Decaying على Wonder Duration وعشر لها Refresh زي ما قلنا لما يسير في Takedown جنبك اترك Receive 50 for Increased Healing ديور انت بتخيل قديه عنده Buff بف الهيل على ال Passive بف بف الهيل على ال E انا non periodic ما بو اقول بف بف ونرف بس سوى البف على الهيل في ال LT صار مو طبيعي 40-55-70% Increased Healing ديور فهذا لازم definitely تشتري لو انت فضي ملدد مو طبيعي ال Cooldown يستغل OnCast ال Cooldown يصير 100 في نهاية الجيم ال Cast Time صار 0.25 seconds بدل 0.5 seconds Slow During Revive 25% صار 99% 30% Atrox مع سوى كان اول من 10-50% من بدأة الجيم تستفيد من ال مصلات بالهيل ال Revive على الطول كل حالات I think we will see Atrox a lot في الجيم يمكن حيكون مش الباش هذا الباش الجاي حنشوفه مرة كتير بس I think he will be very good بالزات في sustain matchups بالزات قدام التانكس ما حيموت Blitzcranks سوى التغيير الباسف حقاته صار ال-50% من 38% من maximum فهذا بف على ال-Q visual change visual change visual change اللي يهم ال-LT ال-LT سال وال-Passive حق ال-LT وانت ما يشي بيستضرب لك أي حاجة جنبك Passive فكان يبهدلون يشيل المينيون جنبك بالغلط وليشيل الحين لا الحين لما تضرب ال-Passive حق ال-LT ما يشتغل إلا لما في روح تلمينيون ولا ال-Champion ضربته بعد ما تضربه ال-Passive حتيجي عليه راكان من أول برة بيقولون بردع بأي طريقة لنا فترة وبنحاول وأظن التغيير هذا حيددده يعني دفة معنوية مرة كويسة سواء يرجع للجيم 100% في LCS ولا ولا لا صراحة ما أنا متأكد بس متأكد إنه البف هذا مرة كويسة ال-Health زودوا من 450 إلى 540 وهذا مرة كثير بداية الغيم 2-Ato-Attacks يعني ال-Armour زودوا 32 ال-Attack power نقصو ال-Attack damage نقصو فكذا فعلوا خاصية إنه ترى Engager Sustain Engager Sustain أكثر من إنه والله دامج Dealer Magic Resistance نقصو من 30 زودوا من 30 إلى 32 وفاصلة Magic Resist Growth زودوا Magic Resist عنده مو طبيعي مو طبيعي مركضي صراحة W-Speed زودوها بس تغيير على R مرة غريب أول كان تفك ال-Alt وبعدها Flash على طول لحي لو فكيت ال-Alt ما تقر تسوي Flash إلا بعدها بنص ثانية وهذا التغيير يخلي الناس تقدير تتفاعل قدامه فكل ما زاد ال-Skill cap حق الناس اللي بتلعب قدامك كل ما كان ال-Reaction حقهم على LTS فمن يوم أول كان من يوم تسوي Alt في محلك وبعدها على طول تسوي Flash فدحين لو سويت Alt في محلك وانت بعيد حنيعرف انه انت بسوي Flash علينا وعندك نصف ثانية قبل ما سوي Flash فنقر نسوي Reaction لها هذا change يمكن ما يخلي يرجع LCS بس حنبدأ نشوفه في solo Q كتير عشان changes حق ال-Base Stats سوراك cooldown and he suggested empowered heal for ally and self increase damage decrease the cooldown برضو عشان تprepare her for الميت الجديدة هذي عطوها بفات عشان يرجع ها للgame ال-Cooldown نقص ذات ال-game حق ال-Q Rejuvenation ال-heel زودو حق ال-Q ال-heel اللي اللي اكوينكوس اكوينوكس اكوينوكس يوالله ال-Cooldown نقص ذات ال-game الماناكوست زاد في نهاية ال-game ال-damage زاد من level 2 هذي أصلا ما تلفلها اول شي صح ما تلفل ال-level 1 فما يهم المرة بعدين بزات على اول level عشان كده التعديلة هذي حق ال-heel مش حق ال-damage ال-damage نقص حقها الموفمت سبيد زادت آه فيه آه من موفين او فرم انيمي تشامبيان سادر هذي لأصار ديكين موفمت سبيد ما يفرق انت بتمشي ولا عامة 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 سراكة كامكانيات تحسنت امكانياتها كثير ال-heel مش في ال-damage آه ما فيها سواله بف مو طبيعي ارجع ال-game ارجع ال-game اذا خد همسك نباك نبغى نشوفك في ال-game كده سواله بالظبط يعني ال-health من 540 ال-600 ال-health من 102 ال-100 نقصوها شوية بس عامة مع ال-health الزيادة هذا حيكون بليفل 18 health واعلى من الوضع اللي هو حاليا فيه آه زودوها عشرة البونس دامج حق ال-Q صار 1.5 maximum health يعني زودو الدامج حق البازل زودو الدامج حق ال-Coverhold ال-Tung Lash صار كل تانيتين آه sorry ال-Slow زودو ال-Cooldown زودو ال-Range زودو وال-Slow percentage زودو ال-Devour ال-Devour الآن سنسلو ستاكنش بقى 95 أول كان لما نتاكل قويك يجيلك Movement Speed وانت ما أكلو عشان تكرتمش بسرعة دا حين لا دا حين سواء أكلت خويك ولا أكلت ال-Animie حيجيك حسير 95% سلود Manary Fund 50% وانتاكنش ديفاورز ال-Animie Champion لو أكلت ال-Animie Champion حرجع لك 50% من المانا اللي انتصرفتها يعني انتصرف مية مانا حترجع لك 50% على طول ال-Cooldown نقصت صارت 20% ال-Base Minions بال-Damage صار من 100 إلى 135 صار له نير فعامة بس It's completely useless لأنه ديفاور ما تلفلها للفل واحد في ال-Data Game مرضو وفي ال-Late Game It's It's Irrelevant Enemy Champion Damage ال-Damage اللي تسوي على ال-Animie Champion في كان من 20 زائل إلى 36% تارجت ماكسب هل تحين صار مية فلات ولا لا والله مية خمسة وتراتين تارجت ماكسب زائد سار فلات مية مية خمسة تراتين مية سبعين مية خمسة وعشرين مية وعشرين مية ضرب فأوبرول زود الدامج حق ال-W مرة كثير فإ حنبدأ نشوفه في البوت كثير حنبدأ نشوفه في التوب كثير التغييرات هذي ما نشايف انه تفرق معه في الجنج الكثير ولا لا صراحة بس المفروض نبدأ نشوفه مرة تانية مع المية الجديدة هذي مرة كويس في ماتشابس وفي كومبزيشن برضو حيكون مرة كويس فيها بالذات مع اموبايل تيم ممبر ان كان في سابورت وفي الطوب حيقدر يتعامل مع كل الناس مع التانكز دي الناس هل هذي ما نشنتشار الثيكس سكن الهيل من 20 40 من 15 لهذا الشيلد 80 لا لا تفرق بلاش سوي ببلاش كل شوية الابس نقص نينج حقها والكولداون زودو التعديل هذا يمكن اكتر على موجه على لانه هم الناس الوحيدين اللي استخدموا الار انكولداون طور الوقت في 15 تغديرات بسيطة على الو كانت ثلاثة ثواني صارت ثانيتين اظن لما تطلع من الانبيزيبلا اخشي انا 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 اعرف ماعناها بالضغط عليها ماعناها اعرف هل هي لما تخرج من الوحيدة الانبيزيبلا حقها ماذا اعرف ماذا اعرف كلما خرجت من الـ invisibility الـ W حقها كانت يطول ثلاثة ثوان إذا حينصر تطول ثانيتين أنا ما أعرف صراحة الـ cooldown حقه هم زودوها في كل حالات الـ W سائل عليها NERF بسيط على أساس يقولك نبغى الناس يقدر يتعاملوا معها أحسن Darius الـ Q زودو الـ damage حقها من 12% لـ 1500% early game على المسيينجهلث 36% لـ 45% overall damage increased على الـ Q حقه بف مرة قويس لـ Darius عشان يقدر يتفاعل مع الناس اللي هم التوب كلهم ايكو نفس الشي attack damage من 55% لـ 50% الـ E نقصه من 40% لـ 40% ما هو بف مرة جامد بس يبدأ يعني فيه فيه يمكن المينة ايكوز بس حين بس طغير كده هي كريم سوو نيرف على الـ Q بونس damage من 10% لـ 5% سوو منقص المينة ممداج حق الـ E بـ 45% 180% 160% خلوه let game ماكسي ممداج من 90% 370% خلوه 90% 330% بالانسيق نيرف هي كريم ما زال مرة كويس علعبو هي كريم نانستوب جارفان كليننق اب سووها عدلوا بس أرقام نظفوها كان خمسمية واحد سبعين فاصل اثنين خلوه خمسمية واحد سبعين فاصل اثنين خلوه خمسمية واحد سبعين فاصل اثنين هذي بس تنظيفات ما فيه ما تأثر عليه الشيء الوحيد اللي يأثر عليه كثير اللي هو الـ W الـ W نقص البونس شيلد من 2-3 لـ 1.5 كلا الناس اللي كانوا يوبنوا اللي يبغوا فيها اللي هو الفلانكيز ولا كان لما كان يلعبوه في ال ايدي لما يبغوا والله يبغوا يبغوا تاور تايكين ولا دولست يلعب طب كانت لعب كثير وكان ال اي حقته يستخدموها مرة كويس في الاسياس انو والله كل ما يجي بينضرب ضربة يفك ال اي عشان ال اي تزاود ال resistances شالوا ال resistances من ال اي صارت بس تعطيك الاختفاء وال movement speed وخلوا ال resistance موجود مع ال ال لما تشغل ال ال تي هزيد البونس في الارمر ماجيك ريزت حقه كثير هذا خل ال landing phase حقته اصعب ما خلها اسهل بس خل ال late game حقه احسن فما ادريش التأثير هدا هيأثر عليه والله اعلم يمكن يطلعوا من ال game في ال top lane at least at least الين ما يدولوا بفتاني من يمتأكد يعني kindred ال passive mark of the kindred first mark spawns 3.15 لانو غيروا شيء في ال game خلوا 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 ما تطلع الا 3.15 ثلاثة دقيقة ثلاثة خمستاش خلوا برضو the spawner الاول حق المارك ثلاثة وخمستاش لانو بنشوف kindred مرة overbearing ده حين مرة جامد op في الجنجل ويبوي يخففوا من op nes حقته لساندرا بعد نرف اللي شفناها اول ما طلعوها من game نهائيا بس صارت تتلعب مرة اقل ده حين يبوي يخلوها في game وهو هي لسه ما زالت تنفع محددة في الميدلين قليل في التوبلين بس مين اللي في الميدلين و ويبغو they want to solidify يبغو يأكدوا على الماتشابس هذي نو نبغاها تلعب بالطريقة هذي موكاي زودوا الدامج حق الكيو ما نيشايف اي معنى التعديل هذا ولا شوف يأثر عليها حاجة مورغانا سوى لها نرف على زودوا وزودوا ونقصوا ما هيأثر عليها ركساي dominating الجنغل في الجيم حاليا مرة كويسة في الجنغل بطريقة مطبيعية عشان الجنغل ماتشوب اللي بيلعب قدامها ركساي نسولوها نرف على الباسيف على البيستات سولوها نرف على كل دان حق الاي حق الكيو سولوها نرف على الدامج على الدامج حق الاي موجودة في الجيم مرة كويسة ما حتتغير ما زالت فرست يعني من الفيكس اللي مرة كويسة في الجنغل جاكو نه ما يدري sweeping lens reveals and immediately activates jack only reveals jack in the boxes أول كان لما تمشي جنب البوكس حقه تسوي له sweeping lens يعني اللي هو الأحمر اللنس الحمراء على طول تشوفو على طول يشتغل الحين بس تشوفو ما يشتغل jack in the boxes now have small activation range لو قرب من الرنج محدد يشتغل يعني تعديل على هي الbase stats حقه attack speed attack speed ratio حقه شن زودوها الدامج حقه حقه shadow dash زودو زودو يعني ما مدتو lead game أحسن شن عامة كويس عامة يعني برضو في matchups محددة يمكن في support وطمامه ما قوي support وطوب ما زال كويس ده حين يعني attack speed اللي تدولو ياه هذا زيادة حينفعه مع التانكس حبتين بالزات في builds اللي هي تعتمد على wave clear و attack speed ام شن كويس ما هو top tier meta ما هو S tier بس tier 2 يمكن tier 2 مش tier 1 حتى tier 2 stylus مسلسل النرفات والبفات المستمرة عليه قائم الين ما يسولوا بلانس زودو ال base damage حق الدبلو حقه volley bear bonus attack speed هذا صاحبنا اللي دائما نتكلم عنه ام زمان ما تكلمنا عنه صاحبنا هذا ال bronze ولا السيلفر اللي بيطالع في شوقاته volley وفي دكتور مندو هذا كده يديهم بف ولا نرف من باب المافي من اي حاجة ياخي volley bear الدبلو حقته ياخي ما هي كويسة ما هي عجبتني ابقتوا للناس حقوني في ابقتوا للناس اللي اللي لعب قدامهم في سيلفر ابغى اقوي لل attack speed ابغى زودة لل attack speed حق الده بس كده سوى بالزبط يعني ما رحي معنا still برا الجيم برا الميتة ما يتغير اي حاجة فيه it's for fun hunter's potions شعلوه من الجيم نهائيا ما في حد بيستخدمه manamone يزودوا الدامج حقها من 25 إلى 35 هاد البوف مره كويس عشان يزريل ash vfx and sfx updates vfx والsfx هذي visual effects تعديل وهذي sound effects يعني الشكل العام اللمعة اللي حوله شكله champion الخطوط اللي حوله اصواتها هذي كلها تعديلات visual و sound ما تهمنا الرونز الافتر شوك يعني الافتر شوك صارت مرة دوما نيتنج بيختاروها حتى السابورتز والميد لينرز اللي هم الكنترول ميجز ميد لينرز والسابورتز اللي هم برضو اللي هم الكنترول ميجز والليتوريتي سابورتز وصاروا دايماً يلعبوا مرة aggressive وهم المفروض اللينينج فيز حقتهم مرة ضعيفة فقاموا غيروها شوية بطريقة ان والله يبغوا اللي المفروض ياخدها ياخدها يعني الانجج سابورتز ليونا ناتلوس ثرش في بعض الحالات هو افضل من انه والله يتاخدها سراكة وتاخدها شو اسمه وتاخدها لسان دراميد وياخدها لكس بط سرنا نشوف عالم المفروض ما تاخد aftershock بياخدوها فايش اللي سووا نقصوا البونوس ارمر سبعين ومائة وشرين باستان لفل خلوه لسبعين زائد خمسين زائد فاصلة في المية يعني خمسين في المية بونس ارمر من اي ارمر تشتري زائد مية من خمسين مية خوصين على حسب اللفل وين ايموبالايزن يعني ميتشامبيون نفس يعني فكل هدولا ما يبنوا يعني ما يستفيد اللي ياخدوا اللي يتمدوا على موبل على ارمر اللي ما يتمدوا على ارمر ما يستفيدوا اي حاجة اوكي البونس ماجيك رزيست نفس الشي اللي ما هيبني ماجيك رزيست ما هيستفيد منها الفايدة العثمى بس بعد كده الدامج اللي يطلع منها نقصوا ولا غيروا من عشرة مية وعشرين بيست اون ليفل لي عشرة مية وعشرين بيست اون ليفل زائد ماكسيمم هل في كل حالات افتر شوك مزارة جدا ممتازة على الشامبيونز اللي اعتمدوا على افتر شوك الماين الرون تونينج بون الان بلايتنج الدامج بلوك زودو السليرتي زودو الموفمان سبيد ما اظن لسه فيها حد حي اختارها الشيب شوت زود الدامج حقها برضو ما في حد حي اختارها الكنديشنينج جالسيني 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 بففوا كل التانكس يا عيال بطريقة وبأخرى سواء الرونز ولا التانكس وهذه الحلوة مش حلوة في نفس الوقت لانو التام انا ما ابغى الميت انا اقلب ما تشوف الا خمس دايما التوب والجنقل كلهم تانكس وفيه اثنين ولا تلاتة تانكس في الجيم وفيه اثنين دامج ديلر زبا انتهينا نبغى نبغى الجيم انا مرى مبسوط في السنة هادي انو كل جيم في مجموعة شامبيونز مرى مختلفة عباط السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها نفس خلالة تلاتة كل جيم كل تيم اللي اختلف الاسماء اللي تلعب بس نفس التيم ما تغير شيء فاتمنى يعني يبقوا زيك كدا يسووا بفوس لكل الناس انو شوف عشرين الف تلاتة تلاتة لانو صراحة جيم كدا يصير مرى حيلا اه ديموليش كونديشنينك زودوا بف بفو لها ديموليش هادي بس هادة غوسبورو مجيق ماجيك الفوتورك زودوها كانت ما تستغل بعال عشرة دقائق المسائل المجاعة ناقص يعني 30 سنة ناقص كورد تكداون دا حي صارت 12 دقيقة عقص تقولك فيه ناس كثير مرة بيختاروها دا حين ويقللوا عدد الناس اللي اختاروها عشان يبقوا الناس ياخدوا التريه التانية اللي هي حقة الماجيك التريه وما زال ما نشايف اي تعديل على البيلت حقة الـ ADCs وعلى الـ BOTS ولا على الناس اللي يعتمدوا على السكندري أزل الماجيك الفوتوار ما أدري هاته متى هيتغير صراحة الـ Lentless Hunter بف مو طبيعي لـ Jungles مرة كثير الـ Sustainability حقتهم Scorch ما عدني شايف احد بيلعبها عشان كده يبقوا الناس تلعبوها الـ Ultimate Hunter بف على كارتس بف على فيز بف على كاسدين بف بف على كل الناس اللي يستخدموا الـ LTS حقتهم مرة كثير الـ Reduction A lot of people will be happy with this صراحة أو مو يستخدموا الـ Alty بس بف على مو بس بف على كل الناس اللي يبقوا يلتوا أسرع الـ Rift كان يطلع بعد ديقتين صار يطلع بعد 3 و 15 هذا غير الـ Jungle Paths مرة كثير مرة ثانية كان فيه 2 أو 3 Jungle Paths كانت تعتمد على أنه انت والله سواء في Vertical Jungling ولا في Opposite Jungling اللي هو الـ Horizontal تروح الـ Red مثلاً بعدين تروح على الـ Scuttle حقك بعدين تطلع على الـ Blue على الـ Blue حق الـ Enemy فهذا Vertical Jungle هذا وقف يعني ما عد فيه Scuttle خلاص كان فيه برضو نفس الطريقة اللي هو تروح الـ Red حقك بعدين تروح على الجهة التانية اللي هي فوق تأخذ الـ Scuttle أو تروح على الـ Enemy Jungle هذا برضو انتهى ففي الـ Paths هيصير فيها reworked نتاجين وحنشوف كيف تعدل الـ Game ووقف fixes that are useless I actually I like this بشكله يبداع يذكرني يا شباب بالـ Black Alistar جداً I like it I like it طبعاً I got it الحمد لله بسم الله وإنه وسلامتكم ما حسوي recap لأنه مرة طويل صراحة ما فيه كل الحالات كده يكون خلصنا patch notes 9.9 الله أعطوكم الصحة والعافية جميعاً يا شباب نشوفكم إن شاء الله في الـ Paths Nose القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة